سيبريشن او بلاف كومبوننتز عايزين نفصل مكونات الدم عندنا فيه لايت سبين ندور تدوير خفيف لابروغرامر نمبر وان سرعة 2600 رب ام مدة اربع دقائق ونصف والتدوير التانية هارد سبين لابروغرامر اثنين سرعة اعلى 3150 وقت اطول تعالوا نشوف مع بعض كده الصورة اللي قدامنا ادي كيس بتاع الدم اللي هو المين باك المين باك فيه هول بلوت متصل بالكيس عندنا فيه 3 كيس تانين يبقى انا عندي واحد كيس الرئيسي وعنين كيس التاني وعنين كيس التالت وكيس الراع الهول بلوت والساتل لايت باكس دول بنسميهم ساتل لايت باكس ومتوصلين ببعض اتتشت هنعمل تدوير سنترفيجيشن يبقى اللايت سبين ايه لايت سبين يبقى سنترفيجيشن واللايت سبين احنا قلنا عليه طيب اعملنا اللايت سبين ايه افصل لنا زي ما انتم عارفين ار بي سيز يبقى البليت لتريتش بلازما فوق والار بي سيز تحت يبقى بليت لتريتش بلازما كسبريست والري بلاد سيز تنزل تحت طيب يبقى دية او الخطوة الخطوة اللي بعد كده هنضيف اللي هو الايه يعني هنا كده ازي ما شايفين كده في مادة المادة دي اهي مادة الحفزة مادة الحفزة لو تلاحظ معايا في الصورة انها رايحة على الايه على كيس بتاع تمام كده والبلازما جبتها ايه في الكيس الايه في الاكياس اللي بعد كده يبقى انا حصلت على كيس منفاصل مع المادة الحفزة اللي هي اللي اسمه الساجي طب والبلازت تريتش بلازما يبقى الري بلاد سيز ارسيت اند كات اوف قطعت كمان الكيس بتاعها وخلص كده بقى في الكيس منفاصل بقى البلازت تريتش بلازما احطت في الكيس التاني اتنقلت للكيس التاني وعلينا حصل لها يبقى ده التدويره التانيه اللي هو عليها البلازما نفصل بقى البلازما البلازما من البلازما يبقى البلازما تجعل كده والبلازما تطلع فوق وتروح على الكيس اللي بعديه يبقى في بلازما يبقى البلازما بقت الوحدها في كيس والبلازما والبلازما بقت في الكيس التاني نفصل البلازما زي ما فصلنا الاربسيز ويبقى عندنا الكيس التاني اللي هو بلازما يبقى عندنا ريت بلازما فصلناه في الاول مع الهارد سبين وعنين فضل اللي بقى اللي هي البلازما البلازما لو خدتها كده عطوم مباشرطة طيب ببنو عليها FFP يعني FFP فريش فروزن بلازما طيب احنا ممكن ناخد الفريش فروزن بلازما ديت ونحطها في الفريزر لو حطناها في الفريزر وبعد كده نزلناها في التلاجة وحصل لها دابد بنو عليها كرايو تفصل الى جزئين ممكن تفصل الى جزء تحت الكرايو ده هو الراسب وممكن تفصل الى جزء فوق يبقى احنا دخلناها في الفريزر بقت فريزد نزلناها في التلاجة لما تنزل في التلاجة ممكن تدقى بيحصل لها ثاونج ثاونج يعني ايه كلمة ثاونج يعني انها تفك لما تفك هتفك الى جزء تحت اسمه كرايو برسيبيتيت وجزء فوق اسمه كرايو سوبرنيتن في الحالتين الكرايو ده يعتبر ايه بلازما مجمدة فكت